فاكرين حضراتكم لما كنا بنخاف ننزل في الشارع فاكرين لما كان السلاح مالي البلد فاكرين طيب التهديدات اللي كان بتتقال كده عيني عينك على التلفزيون طيب فاكرين مدينة الانتاج الإعلامي لما تحصرت ولا الاعتداءات على المؤسسات والناس والبناء أدمين في كل مكان فاكرين العمليات الإرهابية كل يوم وتاني في سينة وفي عز نهار رمضان احنا فين والمشاهد دي فين اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والأمان الحمد لله دلوقتي آمنين في وسط عالم مضطرب مليان بالصراعات وبالحروب لكن هل الأمان ده جيب السهل كده جيب بطريقة سهلة وبسيطة؟ أبداً التمن كان غالي جداً التمن دفعناه من خير شباب مصر التمن اللي الدفع كان واجع حسنا بيه النهاردة وإحنا بنتفرج على الفيديو اللي يعني ناس كتير نهاردة بكت وهي بتشوفه الفيديو اللي هو تعرض نهاردة في الندوة التثقفية الفيلم التسجيلي اللي اسمه خالد الفيديو ده فكرنا الحياة بقصص ومقاس كتير فيه ستات كتير في مصر تراملت في عيز شبابهم فيه أطفال ما لحقوش يشوفوا أبهاتهم أصلاً فيه أمهات كانت جايبة شباب زي الورد وزي الفل اللي تعبت فيهم وربتهم وعلمتهم وكبرتهم وما لحقوش يفرحوا بيهم النهزة اللي احنا حسناها النهاردة لما الفنان الكبير سيد رجب بكى في الفيلم وهو بيقول أنا هسمي ابني خالد أو هسمي حفيدي خالد بعد ما ابنه استوش هد دي كانت بالنسبة لنا كده لحظة بس بالنسبة لأسر مصرية كتير عاشت يعني التفاصيل الفقدان دي بالنسبة لهم دي مأساة كاملة عمرها سنين بيعيشوا تفاصيلها كل يوم كل يوم بيدوقوا الفقدان والوجع والألم ده اوه وتنسوا مصر تعمل فيها ايه اوه وتنسوا شراصة الإرهاب اللي كان بيهاجمنا افتكروا ان لو المخطط الشرير اللي كان بيتنفس كده واحدة واحدة كان نجح افتكروا مصر كده هتكون في مكان تاني افتكروا كنا هنبقى عاملين ازاي شكلنا ايه بنمشي في الشارع ازاي لولا اللي ضحوا دوله استشهدوا ومنحوا أرواحهم في دا الوطن كان زماننا في حتة تانية خالص لولا ايمان أهليهم وقصارهم واصدقائهم كان زمان المجتمع ده كله تفكك لا مش بس كده كل الضابط النهاردة الضابط جيش او شرطة هو مشروع محتمل للشهادة هنفضل فكرنهم وهتفضل سرتهم مكملة رجال صدقوا معهدوا الله عليه كل واحد فيهم خالد يا رب احفظ شبابنا وولدنا وبلدنا طيب من ضمن كمان الحاجات النهاردة اللي ركز عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي هو تأثير الدراما والفن والإعلام عايزة أقول لحضراتكم دي مسألة غاية في الأهمية لما بنتكلم عن فكرة بناء الإنسان كوحدة من المشروعات المهمة جدا اللي احنا بنسعى لتحقيقها في مصر إلى جانب التصنيع إلى جانب الإنتاج إلى جانب يعني التحول الرقمي كل دي مشاريع كبيرة بناء الإنسان هو مشروع مهم جدا ومن غيره مش ممكن تكتمل كل هذه المشاريع طب يعني ايه بناء الإنسان لأنه العنوان دي يعني على قد ما هو كبير وعلى قد ما هو مهم قد يبدو غامض بالنسبة لناس كثير مشروع الإنسان عايزة أقول لحضراتكم نحنا بنتكلم عن فكرة فكرة في مقابل فكرة لما بنيجي نقول مثلا مصر تتقدم لقدام دي فكرة في مقابل فكرة تانية بيروج لها ناس تانين وهي أن مصر ترجع لورا لما بنيجي نتكلم عن فكرة التقدم والحداثة في ناس تانية بتتكلم عن فكرة اسمها الرجعية والتخلف لما بنيجي نتكلم عن فكرة الشهادة والتضحية والفداء وحب الوطن ورفعة الوطن والإيمان بالوطن في فكرة تانية خالص اسمها هدم الوطن تدمير الوطن نفضل نهدم في نفسنا ونفضل نكسر في نفسنا ونكسر في مقادفنا ونفضل نقول هو دي إنجازات هو دي نجاحات هو ايه اللي بيحصل ده ده ولا حاجة انتوا مش شايفين معرفش ايه انتوا مش شايفين السلبيات الفلانية انتوا مش شايفين اللي حصل في اي حاجة لمجرد ان انت تفضل تهدم وتكسر في الوطن بنشوف ده على السوشيال ميديا بطريقة اصبحت الحقيقة يعني مزعجة جدا محدش بيقول ان انت يعني ما تتكلمش في السلبيات محدش بيقول أنت ما تتكلمش عن انتقادات لكن في نفس الوقت خلينا نبقى موضوعين يا جماعة شوية لما يكون فيه إنجازات ونجاحات ولما يكون فيه شغل حقيقي لأول مرة بنشوفه في البلد لازم نقول فيه شغل ولازم نشاور على الشغل ده بأيدينا ولازم نقول الحمد لله ولازم نشكر ولازم نشارك في الشغل ده يعني مش كل واحد كده يقعد في بيته ويقول ينظر ويحط رجل على رجل ويقول لا ده مش عاجبني طيب حضرتك بتعمل إيه؟ حضرتك بتشارك في التغيير إزاي؟ حضرتك بتعمل إيه عشان البلد دي تكون أحسن وأفضل وتتقدم لقدامه؟ حتى على صعيد يعني أدوارنا البسيطة في الحياة كل واحد في شغله كل واحد في مكان عمله كل واحد كزوج كأب كموظف في الحكومة كمهندس كطبيب كل واحد بيرعي ربنا في شغله إزاي؟ كل واحد بيربي ولاده إزاي؟ كل ده من صور أو نماذج من طرق الحفاظ على الوطن وتقدم الوطن وبناء الوطن